ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أريد أن تتخيلوا لو أنكم قاعدين بالصف السابع وكيف تكون مشاعركم بحسة الرياضيات وبناتكم هذا الطالب الذي دائماً يجاوب على كل شيء ويجرب كل شيء وهلك المعلمة بكل الأسئلة في الصف السابع طلبة معلمة الرياضيات من الأولاد يعملوا مشروع مجسمات لملاعب طبعاً لولاد كلياتهم تحمسوا على الفكرة لأنه وأخيراً هربنا من أنه بس مواد ومعادلات ورياضيات ركض ابني نذير اللي عند المعلمة عم بيقولها ميس بيصير نعمل فكرة الـ Convertible Buildings الـ Convertible Buildings هم المباني المتحولة واللي عادةً ما بنحتاج خلال وإحنا عم نعمل نستخدمهم لعدة أغراض إنه نعمل أعمال بنائية إضافية تبقى محسوب حسابها من الأول المعلمة رفضت الفكرة وبيشدة وقالت له نذير من شان الله علوم بالروبوت والروبوتيكس ما قلوش علاقة لا بحثت رياضيات اللي بدي أعطيها ولا بالتقييم اللي بنا نمشي عليه اترك لي الموضوع نذير رجع عالبيت وزعلان كتير وكان عم بيحكي لنا أنا وأبو إنه إحنا أنا بدي أعمله للمشروع فكان أبو عم بيحكي له بقول له أنت الوحيد المسؤول أنك توصل فكرتك لناس حتى لو قابلوها بالرفض صار يطلع كل يوم لعند النجار ويحاول أنه يعمل الإياسات تبعت المباني معه ويكمل لعند الأكاديمية يشتغل مع المهندسين في محاولة أنه يحل الضالة الرياضية هو والمهندسين وتتحول هذه جدران المبنى الأرضية لملاعب متنوعة يجا يوم العرض وهو متوقع أنه يعني رح تنبسط المعلمة عليه بس المعلمة وبخته وقبل ما يبدأ العرض قالت له نذير مش رح تاخد أكتر من ثنين من ثمانية لأنه لا هذا عم بيتلائم مع التقييم الذي إحنا بنا نعمله وعلشان تبقى تتعلم مرة تانية ما تعند وتصر على الإشي اللي بدك ياه بهديك اللحظة أنا قادر أتفهم المعلمة بس اللي ما كنت قادر أتفهمه واللي حسيته فعلاً مشكلة إيش هذا النظام التعليمي اللي عم بحط كل الطلاب بأوالب علشان أسهل علينا أنه نقيمه نقيم الطلاب مش لأنه فعلاً أفضل لإلهم ولا لأنه نشوف هالشعلة والدافع اللي موجود عندهم ونكمل معاهم فقررت أكون أنا صوت هذا الطلاب من خبرتي العملية كمؤسس شريك في الأكاديمية الدولية لأنظمة الروبوت والتكنولوجيا وحاصلي على الزمالة من جامعة آي أم دي بزنس سكول في اختصاص التحول الرقمي أنا مهتمة في بناء مهارات الطلاب والشباب لحتى يكونوا جاهزين لهذا العصر ويقودوه من خلال المهارات اللي فعلاً بيحتاجوها سؤالي كان دائماً كيف أنا بقدر أربط ما بين حب الفضول اللي عنده الطلاب مع اللي بيحفزهم إنهم يضلوا يتعلموا هذا السؤال كان عم بيرتطم بوجعي أنا كأم لإني أنا حطيت في مواقف كثيرة مع أولادي أشوف هذا الأشي وأكيد وجعكم أنتو كأهالي ووجع الطلاب اللي قاعدين عم يسمعونا ووجع المعلمين كمان اللي بيقدروش يطلعوا بره المنهج لما بنفتح صفحة جوجل وبننا نبحث عن موضوع معين اليوم رح نلاقي إنه يمكن أنا اللي رح يطلع لي مختلف عن اللي بيطلع لك ومختلف عن اللي بيطلع لك حسب عدة أشياء يمكن في قطن العمرية الموقع اللي عم نبحث منه في كتير أشياء بتخلي إنه هذا المحتوى متفرد للشخص اللي عم بيكون محتاج هذا المحتوى بنفس اللحظة بنتفرج على الأنظمة التعليمية اليوم اللي عم بتحط كل طلابنا أمام امتحانات موحدة وعم تتعامل معاهم كلياتهم على إنهم إشي واحد بنفس الوقت اليوم لما بدنا نبرمج روبوت بنكون عارفين إنه اللي أهم من إنه نعرف المعادلات الرياضية هو إنه إحنا فعلاً يكون عنا الصبر والمثابرة لحتى نعيد برمجة هذا الروبوت مرة ومرتين وثلاثة لأنه مش رح يعمل المهمة الصحيحة أو المطلوبة من أول مرة فليش بنصر على أولادنا إنهم يفوتوا على إمتحانات ولازم يعرفوا الجواب الصحيح من أول مرة وإلا هم مش متفوقين إحنا محتاجين مثابرة ولا جواب نحطها على ورقة؟ بدي أرجع فيكم بالوقت شوي وأحكي لكم قصة نذير بس هالمرة لما كان عمره خمس السنوات طلبت منهم لمعلمة إنهم يعملوا نسخ لحرفتي ووزعت عليهم الدفاتر نذير كتب الحرف مرة واحدة ورجعه للمعلمة فبتقول له نذير كملي النسخ أنت ما كتبته غير مرة واحدة بعد مفاوضات وهي بكل طولة بال وعطف وحنان فقلت له ثلاث مرات بكفي قال له همس أصلاً أنت عارفين أنا بعرف أكتبه وإحنا بعصر لازم نكون عم نطبع طباعة على الكمبيوتر مش بس نكتبه كتابة لما حكت للقصة اتفاجأت إنه طفل بهذاك الوقت كان قادر يشوف إنه المهارات اللي تشتغل عليها المدارس مش كافية لعصرهم طبعاً إحنا تعدينا عن موضوع التباعة وتعدينا عن موضوع الكتابة واليوم إحنا بذكاء صناعي وآلة ذكية وكثير مننا عم بفكر ويمكن كمان عنده خوف هل فعلاً الآلة الذكية والذكاء الصناعي رح يحل مكاننا كبشر؟ إذا بدكم برأيي الشخصية كثير زعلاني أقولكم إنه نعم رح تحل مكان كل شخص مش ناوي يكون لا جزء من تصميم هذه الآلة الذكية ولا جزء من برمجة هذه الآلة الذكية ولا جزء من صناعة هذه الآلة الذكية ولا حتى ناوي إنه يتعلم يتقن استخدام هذه الآلة الذكية والذكاء الصناعي بس بنفس الوقت كيف منتخيل الوجه الآخر من هذا الموضوع؟ كيف منتخيل الشباب والصبايا واللي اليوم عادين عم بيحطوا كل جهدهم يكونوا جزء من هذه المنظومة؟ شو بتتوقع يكون مستقبلهم؟ أنا بالنسبة لي بشوف أنه أكيد ما في حدود لهذا المستقبل عملنا دراسة أثر في عام 2019 على مجموعات من الطلاب اللي مرقوا معانا من كل الفئات العمرية من عمر الست سنوات لحديث الطلاب اللي صاروا بالجامعات وتخرجوا من زمان ما استخدموا البرامج اللي عنا إياهم وجدنا بناتهم محورين أساسيين حكى حاجات لكل هذول الطلاب الحاجة الأولى أن كل واحد فيهم كان عم بيقول كنا عم نلاقي مين يسمعنا والحاجة الثانية كانوا عم بيقولوا أنه كنا عم نلاقي لما بدنا نخوض أي تجربة مين يرشدنا وعلى فكرة لو بنحط هذول المحورين الأساسيين هم ذات الأهمية وذات الإشي اللي عم بتقدم لنا اليوم منصة التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية وكل حدا فينا بشعر وبيحس بكثير من المرات أن هم كيف عرفوا أني أنا عم بدور على هذا الإشي كيف عم بيفصر لي المحتوى التفصيل وعارف أنه هو حاجاتي كيف عم بيقترح علي كل هذه الأشياء وكأنه فاهم إيش أنا بدي فليش ما بيكون التعليم شكله بنفس هذه الطريقة بيفهم طموحات الأولاد والشباب بيعرف إيش هم المشاكل اللي هم محبين يحلوها بيتطل عليهم كمتفردين وبيقارنهم مع نفسهم وكيف وين عم بيتطوروا ووين عم بيعلقوا ووين عم بيوقفوا اليوم لما إحنا بنتفرج على هذه الطريقة في التعليم بنعرف أنه إحنا اليوم حاجتنا أكتر من أكتر من وقت أنه نغير ونكون شركاء في عملية التغيير في التعليم رح أرجع أحكي لكم على موضوع التخصصية أو التخصصية وهالمرة بدنا نصر مع بعض أنه مثل ما التخصصية والكستمايزيشن موجودة اليوم من فنجان القهوة اللي عم نشربه للنظام الآلي عم بيتحكم في بيوتنا وعم بيتحكم في المباني بيقدر التعليم يكون بنفس الطريقة متخصص ومتفرد والأهم من هذا كله لما إحنا نكون شركاء في عملية هذا التغيير وصناعته ليس فقط لأولادنا، ليس فقط من زاويتنا في العالم العربي كمان للمنظومة التعليمية كلها لأنه أكيد إحنا اللي منقرأ من اليمين إلى اليسار منشوف أشياء إضافية ومختلفة عن اللي عم يقرأوا من اليسار إلى اليمين شكرا